اهلا بحضراتكم من جديد وفقرة توب نيوز وزي ما قلت لحضراتكم في حلقة الامس ان النهاردة فيه اجتماعات مهمة جدا للنادي الاهلي مع مسؤولي الاتحاد الدولي اسبوع حاسم في عدة ملفات وعدة اجتماعات مع الاتحاد الدولي فيفا ليه؟ عندك بطولة انتر كونتيننتل الشهر المقبل في منتصف ديسمبر وهتلعب مباراة وبإذن الله ممكن يكونوا مباراتين وبعدها بحوالي 6 شهور عندك مونديال الاندية في الولايات المتحدة الامريكية وقرأة البطولة 5 ديسمبر المقبل يعني بالزبط بعد حوالي اسبوعين فالنهاردة كانت اولى الاجتماعات والاجتماع النهاردة كان الساعة 10 صباحا بتوقيت القاهرة اجتماع تنصيقي وترتيبات متعلقة بكل الامور اللوجستية اول ما تسافر الى قطر النهاردة ممثلوا الاهلي شاركوا برئاسة المهندس خالد مرتاجي امين صندوق النادي في ورشة عمل مع مسؤول الفيفا واللي جرت عبر تقنية الفيديو كونفرنس اللي منقشة كافة الترتيبات الخاصة بالمراحل الختمية لبطولة كأس التحدي ونهائي بطولة كأس القراط للاندية الانتر كونتيننتل والمقرر اقامتها في قطر ديسمبر المقبل ورشة العمل تمت مراجعة فيها ايه كافة الضوابط التنظيمية والادارية اللي اجتملت على الاقامة وحنا عدنا لكم الفندق فين بالزبط في وسط الدوحة ملعب التدريب واللي هتكون في ملعب الارسال بعد وصول البحثة الى قطر يوم 10 ديسمبر باذن الله وموعد التدريب حتى التدريبات قلنا لكم موعدة كلها تبقى تدريبات مسائية ما فيش تدريبات صباحية طب ازاي الخاص بالآله في البطولة في مباراة 14 ديسمبر الاهلا يرتدي القميص الاحمر والشرط الابيض امام الفائز في بطل كأس يعني درب الامريكتين يام الفريتيلن من البرازيل يام باتشوكا المكسيك طب اذا ربنا كرمنا وصلنا في فاينال امام ريال مدريد الاهلا يرتدي القميص الاحمر وهيغير لون الشرط لان ريال مدريد هيكون هو صاحب الملعب وهو بطل اوروبا اللي جاي يلعب المباراة الختمية يوم 18 ديسمبر كمان تم التأكيد على موعد التيران باذن الله الاهلا يسافر يوم 10 ديسمبر صفر الباسة موعد المؤتمرات الصحفية للبطولة نظام الحصول على التأشيرات التغطية الاعلامية كبار الزوار كشف المنشطات قبل وبعد المباريات وبعد الامور الطبية طبعا زي ما قلت لحضراتكم بالامس برضو كان خبر خاص للترند من مصادرنا في الفيفا سيتم منح كل نادي مشارك في هذه البطولة 40 دعوة في اي بي عشان كبار الزوار من مسؤولي الاهلي والضيوف يكونوا موجودين في المقصورة الرئيسية أو صالة الفي اي بي في ملعب 974 واذا كمان تأهلنا بإذن الله إلى المباراة النهية أمام ريال مدريد الورشة العمل طبعا كان برئاسة المهندس خالد مرتجي حضرها الكابتن سامير عدلي المدير الإداري والكابتن ماهر عبد العزيز ممثلين طبعا الجهاز الإداري دكتور أحمد جبالة طبيب الفريق ومن إدارة الإعلام الزميل محمد سلطان وأشرف أيمن والمهندسة حناني الزيني مديرة اللوايح والترخيص اللي هو على صلاح المنصق الأمني لقطاع الكورة الأستاذ هاني حساب المدير التنفيذي لشركة الأهل للخدمات الرياضية والأستاذ محمد أبواقيل مدير إدارة التسويق بالنادي ومن شركة الأهل لكورة القدم الأستاذ نيرا علي مدير التسويق وأحمد الطوخي وأحمد عزب مسؤولي رعاية الملابس بقطاع الكورة كل واحد في تخصصه الأهل من السايب هفوة صغيرة للصدفة كل حاجة بالتخصص حتى على مسألة إن لو فيه إمكانية إن الأهل ياخد 150 تسكرة ويقدر يعمل رحلات للجماهير النهاردة كان حاضر من شركة الأهل للخدمات الرياضية الأستاذ هاني حسام المدير التنفيذي عشان كل حاجة تبقى محسوبة بالورقة والألم للتحضير لهذه البطولة وده نظام الأهل دايما والأهل الحمد لله من خلال أكتر من 20 سنة تعامل مع مختلف المؤسسات وعلى رأس الهرم الأكبر منظومة الاتحاد الدولي فيفا تبقى عارف الفيفا ومتطلباته إيه اجتماعاته عايزة إيه ورشة العمل بنشتغل عليها ازاي وده اللي بيفرق النادي الأهل كعمل مؤسسي عن أي مكان تاني حتى في التنظيم عمرك ما تلاقي فيه غرام على الأهل لعملية تنظيمية إدارية إلا لما بتحصل مرة كل مثلا عشر سنين شايفين حتى صورة الاجتماع النهاردة وفد النادي الأهل برئاسة المهندس خالد مرتجي وكل الزملاء وكل الإدارات التنفيذية كلهم في تخصصه موجود النهاردة على طولة الاجتماع في فيجي كونفرنس مع مسؤولي الاتحاد الدولي وإحنا هنا كمان في برنامج الترند بنحاول قدر الإمكان من مصادرنا سواء في الفيفا أو في الكعف بنحاول نقرب لكم شوية الصورة لغاية لما بتبقى معلنة من الجهات الرسمية عشان نقربكم شوية من الأحداث خلال الفترة اللي جاي بنحاول قدر إن كان بنشتغل على الجزيات دي لأننا عارف للأسف الإعلام الرياضي للأسف يعني لما الأهل بيشارك في البطولات دي ما بيتنقشوش في البطولات دي إلا لما الأهل يجي لعب المطش تبتفاصيلها بقى أحدش بيركز رغم أنت بتتكلم على نادي مصري وعربي دايماً كل اجتماعاته مع المنظومة الأكبر أو الرأس اللي بيدير الكورة في العالم الاتحاد الدولي في فيفا